في يوم من الأيام دخل أشعب مع بعض اتداعه دارا تقام فيها وليمة وقد حضرها والي المدينة وما إن دخلوا حتى شرعوا في الأكل التفت الوالي فجأة فلمح أشعب مع اتداعه يلتهمون ما طاب من الطعام فاستدع مالك الدار وقال له من صاحب القلنسوة الطويلة والطيلسان الأخضر فأجابه مالك الدار قائلا أصلح الله لنا الوالي هذا رجل يقال له أشعب وقد عرف عليه أنه يجيء ليشهد الولاء ما سواء دعي إليها أن لم يدع فقال له الوالي حسنا آتني به ما أن يفرغ من تناول طعامه وما إن فرغ الجميع من تناول الطعام ورفعت المائدة حتى أسرع مالك الدار إلى أشعب داعيا إياه لمقابلة الوالي فقال له الوالي هل دعاك أحد إلى هذه الوليمة وقع أشعب في حيرة من أمره فقال لا لم يدعني إليها أحد أصلحت الله لنا فقال له الوالي ألا تعلم أن من جاء إلى طعام لن يدع إليه دخل سارقا وأكل ما أكله حراما فقال أشعب لا والله ما أكلت إلا حلالا طيدا فاندهش الوالي من رده وتعجب لجرأته فسأله ولكن كيف تقول هذا يا هذا فرد أشعب بكل ثقة يا سيد ألا يقول صاحب الوليمة للخباس زد في الخبز ويقول للجزار زد في اللحم وإذا أراد صاحب الوليمة أن يطعم مائة من الناس القدر العدد بمائة وعشرين وهو يقول قد يأتينا من نريد ومن لا نريد وانظر يا سيدي لقوله قد يأتينا وأنا ممن يأتيه ممن لا يريد فتبسم الوالي وأشار إليه بالانصراف بعد أن غلبه بهذا الجواب